خلينا نروح للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اللي دخل معسكر مغلق النهاردة في أحد فنادق 6 أكتوبر استعدادا لمباراة السوبر المحلي اللي هتتلاعب يوم الاتنين اللي جاي مع الاتحاد السكندري الفريق طبعا كان عنده تمرين النهاردة الساعة 4 على صالة النادي بعدها راح 6 أكتوبر علشان يدخل معسكر مغلق في أحد الفنادق خصوصا وإن المباراة هتتلاعب على صالة طبعا دكتور حسن مصطفى فبالتالي فضلوا إن المعسكر يكون هناك في أحد فنادق 6 أكتوبر بيغيب عن الفريق أكتر من لاعب من القوام الأساسي منهم مصطفى مكاوي رمي حجازي اللي اتعرض للإصابة للأسف في مباراة تاليابلس مبارح كمان أنس أسامة اللي لسه طبعا أنس أسامة بيواصل التأهيل من الإصابة طبعا زي ما احنا عارفين الفريق بيلعب السوبر بصفة وحام اللقب دولي السوبر مع الاتحاد بطل كاس مصر بالتأكيد مباراة الاتحاد بتكون صعبة جدا هو المنافس الأشرص هو المنافس الأصعب لكن فرقتنا إن شاء الله يقدروا يقدموا مستوى عالي جدا كالمعتاد ويقدروا يفوزوا باللقب بإذن الله